وطبعا مع استمرار جائحة كورونا العالمية كتير من الناس طول الوقت على فكرة كل ما نقوم بتتكلم في موضوعات الوقاية الناس ترجع بتتكلم فيها مرة تانية ابتدى يكتر كتير قوي اليومين دول وده الخطر الكبير اللي احنا نحذر منه الوصفات الموجودة على السوشيال ميديا المتعلقة بالمكملات واحنا بقالنا اكتر من يوم انا عارفة انه ممكن يكون كلامي مكرر على حضراتكم بس احنا بقالنا اكتر من يوم عامين نحذر من الاستهلاك الغلط للفيتامينات المكملات الغذائية وما الى ذلك التعامل معها بشكل عشوائي او مفرد المشاكل الصحية وقد ايه قلنا لحضراتكم ان الموضوع ده غلط طيب البروتوكال او الحاجات اللي اعملت تتحطى او الخلطات دي واحنا مش ممكن نعوضها بخلطات طبيعية ما تدرش الناس هو ده اللي احنا نتكلم فيه مع حضراتكم من النهاردة وهنعرف تفاصيل اكتر من خلال ضفنا اللي منوارنا فيه للستوديو دكتور سيد حمد استشاري مساعدة تغذية بالمعهد القومي للتغذية صباح الخير يا دكتور صباح النور عليك وعلى كل المشاهدين اهلا بك دكتور انا مش عايزة اقول كلام وكرر الحقيقة لان احنا بقالنا اكتر من يوم بنحضر المشاهدين والجمهور كتير جدا عامين تابع على مواقع تواصل اجتماعي كمية وصفات بروتوكولات تركيبات التهنة يا دكتور والناس فهم ان ده الحل السحري ان احنا نبقى كويسين وبنستقبل الشتة بقوة تمام طبعا للأسف طبعا ده حاجة يعني سيئة جدا وقبل ما نتكلم حتى في الجزء المتعلق بالتغذية والمصادر الطبيعية اللي المفروض كلها نحرص عليها لازم نؤكد ان ما ينفعش اطلاقا باي حال من الاحوال ان انا اخد اي مكمل غذائي او اي حاجة في صورة دوائية او في صورة كيميائية الا باستشارة الطبيب ويكون الطبيب متابع لي بشكل كويس جدا لان ما ينفعش ودي مقولات لأشهر علماء التغذية حتى المكملات الغذائية حتى المكملات الغذائية طالما في صورة دوائية الا اذا كانت في صورة غذائية في صورة وجبة في صورة صنف غذائي هناخده بالمصدر الطبيعي بتاعه هنا ممكن يبقى في استخدام لها ويكون برضو مقنن لكن لما بنتكلم على مكملات غذائية دوائية وفي شكل مركبات كيميائية وكسرت كتير جدا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي تعالي حرك فيه خلطة دلوقتي انا مش اقولها طبعا اه يعني عشان الجمهور اه طبعا فيه خلطة موجودة على السوشال ميديا اسمها خلطة المناعة اه بروتوكول اه 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 مش عايزين نقول بعض مش هنقول كده طبعا بس اسمها خلطة المناعة نعم للأسف الشديد جدا يعني يمكن من المقولات الشهيرة اللي حب اذكرها فعلا اه اه كتير جدا من علماء التغذية واكترهم اه اه يعني ثقة في هذا الموضوع اه ان انا ما ينفعش اجبر جسمي على مركبات خارجية اه الجسم بياخد احتياجاته بشكل اساسي من الغذاء امت افكر في هذه المكملات او افكر في هذه الادوية في حالة واحدة فقط وهي ان يكون فيه نقص اما ان يكون النقص ده ظهر بسبب تحليل معمالي تم او اعراض ظهرية ظهرت على الشخص وفي الحالة دي بلجأ للطبيب المتابع او المعالج عشان يقول لي انت نقصك ايه وهتحتاج ايه عشان يكمل هذا النقص انما انا من نفسي اروح ااخد مكمل غذائي او دوائي لاي سبب من الاسباب ده امر مرفوض طبعا وهيكون فيه يعني نسبة خطر عالية جدا زي ما ذكرت حضرتك وبالتالي لا مامشيش وراء سوشيال ميديا ناخد نصايح عامة ناخد حاجات تفيدنا في نمط الحياة الصحي بتاعنا تفيدنا في النمط الغذائي بتاعنا ازاي نقدر ناكل صح هو ده اللي احنا ندور عليه وممكن ناخد المعلومات ولكن برضو مش كل المعلومات اللي هتبقى متاحة على السوشيال ميديا هتبقى صحيحة 100% طيب خلطة التغذية برضو فيه خلطة تانية يقول لك السبح خد اه ماشي احنا هنبعد عن لا برحتك خالص انا هقول لك اللي بيحصل يعني ببساطة عشان جمهورنا الكريم فيقول لك السبح خد مجموعة من خلطات العسل طبعا العسل مفيد تمام جدا ومحدش يقدر ينكر ان احنا بناستفيد من العسل تمام سيقول لك السبح خد كم خلطة كده للعسل هل خلطة انواع العسل مختلفة سواء اذا كان عسل البرسيم او الموالح او انواع العسل للنحل اللي احنا عارفينها هل ده هو فعلا الخلطة السحرية للمناعة السبح يعني بداياتا طبعا مفيش حاجة اسمها خلطة السحرية او مفيش حاجة في يوم وليلا كده هاخدها هتبقى انا في المناعة يعني طب المناعة دي والجهاز المناعي بتاعنا يعني بيتكون من بداية مش هقوله الطفل اللي لسه عمره يوم ده وهو جنين في بطنهم وبالتالي النمط الغذائي بتاعنا اللي مستمر طول الوقت هو ده اللي بيبني الجهاز المناعي طب احنا وصلنا لمرحلة زي انا هتحد كبير ولا حاجة في السن احسن حتى لو انا كنت ماشي على نمط غذائي خاطئ او مصادر غذائية خاطئة ابدأ احسن عشان هعمل تحسين او يعني اعدل الجهاز المناعي بتاعي او احسن كفاءته بشكل كويس لكن في يوم وليلا هاخد خلطة او في اسبوع او حتى في شهر ان انا هاخد خلطة هبقى انا طب في الجهاز المناعي واقول خلطة سحرية طبعا خطر نرجع لسؤال حضرتك الاساسي وهو ما يدور حول العسل خلطة العسل خلطة العسل كل انواع العسل جيدة طالما من مصادر طبيعية مش مضاف عليه بقى السكر ولا الحاجات اللي احنا بنشوفها من طرق الغش المختلفة طالما من مصدر طبيعي طبعا بتختلف حسب القطفات والوصفات والمواسم اللي هو بيبقى موجود لكن خلطة انواع العسل مع بعض هل ده بيعلي من قيمته قد يكون ذلك واللي فدنا فداء الناس اللي هي متخصصة في دراسة هذا النوع من الغذائي ولكن العسل بشكل عام ولو افترضنا ان خلطه او خلطة اكتر من نوع مع بعض هيدي قيمة غذائية عالية او هقدر احصل على مواد اللي احنا بنسميها بقى مواد مضادة للأكسادة اكتر من اكتر من نوع في وقت واحد هنا يبقى نقطة مهمة جدا هي الكمية اللي انا هاخدها مهما كنت هاخلط حاجة انا الكمية اللي ااخدها يعني يجي القل تتعدى من العقم العقتين صغيرين جدا وطبعا يكونوا من ضمن الحسابات اليومية بتاعتي لان للأسف ناس كتير جدا بتسمع العسل وبتسمع طبعا فيه الشفاء للناس ما نقدرش ننكر ذلك وفيه مواد فعالة كتير جدا واكتر من مركب مفيد ولكن الكمية اللي انا بخدها منه لان في النهاية هو ما يعرف به الكربوهايدرات او السكريات البسيطة اللي هتديني سعرات حرارية اللي هترفع سكر الدم بمعدل معين وبالتالي هنا لازم ارجع للكمية اللي انا اخدها منه ما ينفعش ان انا اقول واخد كده براحتي للأسف بنسمع الكلام ده كتير جدا وبنشوف حالات وبنشوف ناس كتير عارف ان الخلطة دي كويسة ايا ان كان حتى لو بياخد العسل الابيض ده ممتاز جدا فشغال طول النهار على العسل طلطاته لا بالعكس احنا بنقول مفيش مانع ان هناخد كل المصادر الطبيعية ولكن هنا الكمية بنقول معلقة معلقتين صغيرين جدا ده كافي جدا ان احنا ناخد جزء من الحاجات اللي هي بنقول عليها فيها مواد مضادة للأكسادة او مواد فعالة هترفع الحالة المناعية للجسم هتساعد في ان يكون الجهاز المناعي بتاعنا افضل مفيش مانع لكن مهم جدا وده برضو من خلال برنامجك الكريم ده ان احنا فعلا نخلي بالنا من الكميات اللي احنا بناخدها طب الكميات يا دكتور هسألك سؤال تاني فضالي لا معظم السيدات اليومين دول تلاقي على الجروبات برضو جميل انه معلقة عسل اسود الصبح بتقلل الوزن طبعا ده خاطئ ولا معلقة عسل ابيض الصبح بتقلل الوزن ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي احنا لو هناخده ومع واجبة الفطار او حتى يحلى بيه مشروب من المشروبات الطبيعية اللي موجودة عندنا ما عندناش مانع ده من ضمن الحاجات اللي هتدينا زي ما قلنا كده المواد المضادة للأكسادة بعض المواد الفعالة المفيدة اللي هتفيدنا لكن ايه علاقته بانه هيقلل الوزن اطلق لا معرفش اه خلص يعني دي معلوم اه طبعا وانه الصدر وخلطه بزيت الزتون يعني بقى له فوائد لكن في النهاية سعرات حرارية هاخدها من مصادر السكريات من مصادر الدهون اللي موجودة لو احنا بنخلطه بزيت الزتون كل الاصناف الغذائية عامة لازم فيها فوائد غذائية لنا لازم فيها فايدة صحية لنا لكن يبقى هاخد ايه واخد كمية قد ايه واخده امتى تمام ففكرة اننا حتى ابدأ اليوم بالعسل ده يعني طبعا عليه علامات استفهام كتير خاصة اذا كان الشخص ده بيعاني من مشاكل في زي ارتفاع مرض السكر او عنده مشاكل معينة زي مقاومة الانسولين مثلا او هو معرض يعني حتى الاطعامة الغذائية الطبعية برضو لازم نتوالها بحرص حسب صحتنا طبعا بالزبط كده وبالكمية اللي مسموحة ليا من خلال النظام الغذائي اللي اعدوا اخصائي تغذية متخصص او الطبيب المتابع ليا قلي عليه ده طبعا لازم اساسي جدا لان الكمية اللي اخدها وخاصة اذا كان الشخص يعاني من ارتفاع مرض سكر الدم طبعا ده مشكلة كبيرة جدا هاخدوا من ضمن الكمية المسموحة ليا اللي هي محسوبة مع الجرعة بتاعت الانسولين انا بضم صوتي صوت حركة يا دكتور سيد ونصايحك الجيدة دي بشكر حركتك عليها